وجه الإدعاء العام العراقي مذكرات قبض إلى الشرطة الدولية الانتربول لاعتقال مسؤولين كبار سابقين في الحكومة الاتحادية السابقة بتهم تتعلق بقضية سرقة الأمانات الضريبية ما تعرف إعلاميا بسرقة القرن ووفقا للمذكرات الأربع المذيلة بتوقيع رئيس الإدعاء العام القاضي نجم عبدالله أحمد بتاريخ الثامن من آب أغسطس الجاري فإن المتهمين هم كل من رئيس جهاز المخابرات الوطنية السابق القاضي رأد جوحي ومدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي ومستشاره مشرق عباس وسكرتيره الشخصي أحمد نجاتي ووزير المالية علي عبدالأمير حسون علاوي وكان رئيس هيئة النزاهة الاتحادية أعلن وضع إشارات حمراء بحق المسؤولين الأربعة مطالبا واشنطن ولندن بتسليمهم للسلطات العراقية